السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناتكم فهم الفكرة في حلقة اليوم سنتعرف على طريقة تركيب الصور على الفيديو بناء على طلب أحد المشتركين في قناتنا طبعا يمكن أن تستخدم كين ماستر ويمكن أن تستخدم كابكات سنبدأ بكين ماستر عندما نفتح التطبيق ستكون بهذا الشكل سنذهب إلى إنشاء جديد ثم تختار القياس المخصص لأبعاد الفيديو التي تريدها سواء فيديو عادي لليوتيوب أو تيك توك أو الانستجرام إلى غير ذلك أنا مثلا سأختار فيديو عادي وأضعه بهذا الشكل هنا يتوجب علي أن أختار الفيديو الذي أريده على سبيل المثال سأختار مثلا خلفية بهذه الطريقة سأضعه خلفية إذا كان الفيديو مباشرة ستضع الفيديو مباشرة يعني لا تحتاج إلى خلفية سنختار الآن موضع الفيديو على سبيل المثال سنختار مثلا هذه الآن وقد وضعت هذا الفيديو بهذا الشكل مثلا أريد أن أضيف بعض الصور على الفيديو هذا فيديو لاحظ معي لاحظ كن إيجابيا واحذف كلمة مباشرة هذا فيديو الآن أريد أن أضع بعض الصور على سبيل المثال أريد أن أضع لوجو فتذهب وتحذر الصور التي تريدها وتقوم بإضافتها فلاحظ يمكن أن تضيف أي صور على الفيديو يمكن أن تضعه فوق الفيديو يمكن أن تضعه في الخلفية كيفما تشاء يمكن أن أضيف صورة أخرى من هذا المكان لاحظ معي أولا ستذهب إلى الطبقة ثم ستذهب إلى هذا المكان في الأعلى عند تحديد مستعرض الصور بعد ذلك تختار أي صورة تريدها على سبيل المثال سأختاره هذه مثلا مثلا سأضع هذه الصورة فتحدد أي صورة تريد أن تضعها بكل سهولة بهذه الطريقة لاحظ يعني لا توجد بها أي مشاكل عند انتهاء عملية تحديد الصور على الفيديو ستضغط على السهم الموجود في الأعلى وتقوم بتصدير الفيديو وتستخرجه الآن هذا من كين ماستر ماذا عن كابكات؟ كابكات ستفتح التطبيق بهذا الشكل ستبدأ في إنشاء مشروع جديد تقوم بتحديد الفيديو الذي تريده بهذه الطريقة تقوم بإضافته الآن أريد إضافة صورة على الفيديو ستذهب إلى الأدوات الموجودة في الأسفل تضغط على ملسقات من الملسقات ستذهب إلى الإشارة الموجودة على اليمين هنا تضغط عليها وتحدد أي صورة تريدها ستحدد أي صورة تريدها على سبيل المثال سأختار هذه مثلا فتحدد المكان الذي تريد أن تضع فيه هذه الصورة بكل سهولة يعني لن تجد أي صعوبة في تحديد ذلك تضع موافق بهذه الطريقة وهذه الصورة تم وضعها على الفيديو مثلا أنا وضعت لوجو الآن يمكن لك أن تضع أي صورة تريدها سنقوم بتجربة الصورة التي وضعناها سابقا لاحظ نذهب إلى هذا المكان ونختار مثلا هذه ها هي الصورة الثانية يمكن أن أقوم بتكبيرها يمكن أن أقوم بتحريك هذه فتبدأ في تحديد المكان الذي تريده بكل سهولة يمكن أيضا أن تضيف عليها بعض الحركات إذا أردت ذلك فجميع التطبيقات الخاصة بالمونتاج يعني تحدد لك المؤثيرات والفلاتر إلى غير ذلك كن إيجابيا ببساطة هذه طريقة إضافة الصور على الفيديو أو اللوغوهات على الفيديو مهما كان حجمه يعني بشكل طويل أو بشكل قصير بشكل أفوقي عمودي كيفما تشاء من خلال كين ماستر كاب كات هناك تطبيقات كثيرة للمونتاج كلها لها نفس الطريقة التي يتم وضع الصور على الفيديو نتمنى أننا قد وفقنا في الإجابة عن السؤال المطروح الذي كان عن طريقة تركيب الصور على الفيديو إن أعجبكم الموضوع اضغطوا على زر اللايك اشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم الجديد دائما من قناتكم فهم الفكرة المصدر الأول في اليوتيوب والخبرة بين يديك اترك تعليقا أسفل هذا الفيديو لا تحتاجه حتى نجيب عنه في فيديو سؤالك سنحوله إلى فيديو اشتركوا في القناة